حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد تنعقد في مدينة العالمين شمال مصر اليوم قمة عربية مصغرة تجمع قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق وتأتي القمة بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الدول المشاركة ومن المقرر أن تبحث قمة العالمين الخماسية ملف القضية الفلسطينية وتداعيات الحرب في أوكرانيا إضافة إلى جانب بعض المشاريع الاقتصادية المشتركة وكان الرئيس المصري قد بحث أمس مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد فرص توسيع التعاون لسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية وقال متحدث باسم الرئاسة المصرية إن اللقاء شدد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية يتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم اليوم إلى مصر للمشاركة في القمة الخماسية وكشفت صحيفة الصباح الرسمية عن أن الكاظمي سيؤكد للقمة العربية المصغرة سعي حكومته على المضي بدعم الحوار بين الأشقاء في المنطقة كما سيؤكد حرص العراق على الاستمرار بسياسة التوازن في العلاقات والاستقرار الأمني في البلد وأفادت الصحيفة أن الكاظمية تطلع لتعزيز أطور التعاون بين العراق ومصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون العربي معي من القاهرة العميد الدكتور صبحي عسيلة مستشار في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وأيضا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي دكتور إحسان الشمري أهلا ومرحبا بحضرتكم وبالتأكيد مباشرة إلى القاهرة وضيف دكتور عسيلة هذه القمة المصغرة التي تستضيفها مصر اليوم في أي جوانب يمكن أن تنعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي تحديدا خاصة وأنها تأثرت جراء الأزمة الروسية الأوكرانية في الحقيقة هذه القمة التي تتعقد اليوم في القاهرة وأهم جانب إيجابي لها أو أهم ما يمكن أن نستخرجه منها من حيثيات مهمة جدا هو الجانب السياسي المتعلق بالعمل العربي المشترك نحن إذا نواة أو نبتة زرعت منذ نحو عامين تقريبا الآن هذه النواة مستمرة هذه النبتة مستمرة وتتوسع كما رغبة أو أنه لا المشاركين الثلاثة فيها اللي هم مصر والعراق والأردن الآن هي مستمرة وتتوسع في هذه اللحظة إحساسا وشعورا من كل هؤلاء القادة أن سمت أهمية لعمل عربي مشترك ولو على نطاق ضيق ربما يتسع ليشمل بعض الدول العربية الأخرى المهمة في المنطقة أو قد يتسع ليشمل الدول العربية كلها فنحن إذا قصة نجاح أيضا تكلل في هذا اليوم بالنسبة للجانب الاقتصادي أيضا طبعا نحن نتحدث عن مشاركة الإمارات والبحرين دكتور عسيلة نعم إضافة الإمارات والبحرين إلى هذا التجمع الذي حرفه بتحاله في الشام هو تجمع مهم وهي زيادة مهمة معنى أن الأمل الذي كان موجودا قبل نحو عامين بأن يتوسع هذا التحالف بشكل أو بآخر أنا لا أقول أنه منضم رسميا ولكن نحن نشهد تطورا إيجابيا في العمل العربي السياسي المشترك بهذا النحو ومن ثم أطلقتم عليه حضرتكم وهذا تعبير موفق أنها قمة عربية مصغرة في الجانب الاقتصادي أيضا يشعر هذه الدول الآن وأعتقد أن الدولة العربية كلها تشعر أننا بحاجة ماسة إلى تكامل عربي أو عمل عربي مشترك تعاون عربي لمواجهة التحديات لم يعد بمقدور دولة واحدة أن تواجهها سواء على مستوات السياسية أو الأمنية والأهم منها طبعا الملف الاقتصادي تحت وطء التأدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن ثم هذه القمة التي تعقد في القاهرة تفتح هذا الباب وتقود به مصر عملا عربيا مشتركا يستهدف مصلحة الجميع مصلحة جميع هذه الدول هي المطروحة على الطاولة في هذه القمة طيب دكتور عسيلة وأيضا دكتور الشمر أتمنى أن تبقيا معي فقط مواكبة لسيل الأخبار الوارد إلينا ننتقل إلى هذا المؤتمر الصحفي في السودان لوزير الري السوداني العاملين في أنه تكون الهيكل بتاعتنا من ناحية بتاعت هيكل ومن ناحية بتاعت ظروف تكون واحدة على سنة ما نعمل هي داخلية داخل الوزارة الحاجة الثانية بتمكننا من أنه متى ما يحتاجن لزرف أي موقع من المواقع بنحرك وبنحرص حرص تام أنه نخلي نعمل بعض البدلات في المواقع الخارجية تساعد الناس على أنه ينجزوا يطلقوا في المواقع هذه الحسنين أن ينجزوا عامل برق لأنه إذا كانت بكتر جروش داخل الوزارة وداخل المدينة والخارجة واحد بنجل صغير في أنه الناس يقدروا يشتغلوا لنا في المواقع الخارجية عشان كده في الناس يطلقوا برق بكون دون حوافظ ضافية وبتساعدهم في أن يقدروا يحققوا يعني وضع أحسن عشان كده بكون واحد من حوافظ تطلع الناس برق يعني خلال الفترة فاتة دي أمس كنا في زيارة مع جزء من أبدال السيد الرئيس بالزيارة بتاعة في المنطقة بتاعة المناجل ووقفنا على يعني الأسال بتاعة الأمطار هناك والمواطنين وكده وأحنا يعني في الأول حقيقة بداية العام أوقع في شهر 5 أهنا يعني كان كنا يعني عندنا فكرة أنه يعني حتكون مطر هذا العام أو خريف هذا العام حيكون يعني بمعدل عالي شوية ومعنا أخونا يعني محمد أحمد داء من العياد الإصاد الجوي ممكن يبدأ لكم يتكلم في موضوع بتاعة الإصاد فضل السلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته نتمنى لأهلنا الذين تعرضوا للسجول وآثارها من الأمطار هذا العام من الله إن شاء الله ربنا يكون فرعونهم وربنا يرفع الكوارث من هذه البلد فيما يخص الخريف لهذا العام بدأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استعداداتها لموسم أمطار هذا العام مبكرا من بداية هذا العام يعني من شهر واحد هي بدأت الاستعدادات لعمل استعداد لموسم الأمطار أصدر التوقع الأولاني التوقع للفط الأصغر اللي هو مارس أبريل مايو وده بيكون داخل لأن الأمطار متوقع فيه بيكون أمطار محدودة وأثر محدود بالنسبة للموسم يونيو يولو أغسس سبتمبر وده الموسم الأساسي للأمطار في السودان يتبلغ فيه نسبة أمطار من الأمطار السنوية أكثر من 95% إذا أمطار تخطر خلال السنة وتخطر خلال هذا الموسم وقمة هذا الموسم في الفترة من أغسطس حتى العاشر من سبتمبر قمة فصل الأمطار حيث تخطر أعلى كميات الأمطار وأكثرها تواثرا في هذه الفترة أصدرت الهيئة العام للأصار الجوية التنبؤ الموسمي لهذا العام للموسم يونيو حتى سبتمبر في شهر مايو أصدرت التنبؤ هذا وكان رسالة الهيئة واضحة هذا العام موسم أمطار هذا العام للفترة من سبتمبر من يونيو حتى سبتمبر 2022 ستفقون هذا الفصل الأمطار فيه أمطار عالية أمطار غزيرة فوق المعدلات بتوصف هذه السنة بأن السنة مطيرة سنة مطيرة معناها الأمطار فوق المعدلات وبنسبة متفاوتة حدثت الهيئة هذا التنبؤ في شهر يونيو كذلك أثبت أن الأمطار لما تبقى من الموسم برضو أعلى من المعدلات المناخية وفقاً للمراصد الهيئة في المنتجرة في بلاد السودان المختلفة القراءات جاءت معادلات عالية جداً جداً مقادير عالية من الأمطار في مناطق مختلفة من السودان وفعلاً تسببت في سيول وفي مناطق مختلفة كثيرة يعني منها غرب وجنوب دارفور تعرضت للسيول عالية جداً أمطار كان أعلى حتى من المناطق وسط السودان كذلك مناطق النيل الأزرق تعرضت للسيول نتيجة أمطار غزيرة التي هطرت خلال الفترة فيها تراوحت الأمطار بين الأربعينات وحتى المية مية وخمسة مية وخمسة مية وعسرة ودي معادلات عالية جداً جداً في المناطق دي كذلك حتى المناطق اللي ما كانت تعودة للأمطار في السودان عنده مناطق ولاية نهر النيل وولاية شمالية تعرضت كذلك لأمطار أدت إذا ما أدت إليه الأثار كانت واضحة بالنسبة لي ولا زال نحن متوقعين الأمطار غزيرة في البلاد باحتمالات بنسبة مختلفة وفي مناطق متعددة أي منطق في السودان اللي لأردى للأمطار والأمطار غزيرة حتى هذه اللحظة نسأل الله أن تكون هذه الأمطار أمطار خير وبركة على السودان ونسأل الله أن أعاد الناس اللي تعرضوا للثارة فيول والأمطار السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أدي فكرة بسيطة عن مشروع الجزيرة والمناجل مشروع الجزيرة والمناجل بروى بوسط طرعتين رئيسياتين طرعتين رئيسياتين إذن كان هذا جانب من المؤتمر الصحفي الذي كان قد تصدر وزير الرأي السوداني الحديثة فيه عن مأساة وكارثة الفيضانات والأمطار والسيول التي اجتاحت مدن في السودان طيب استكمالا لملف القمة المصغرة بالتأكيد التي تعقد في العالمين المصرية أرحب بضيفي العميد الدكتور صبحي عسيلا مستشار المركز المصري للفكر وإيضا دكتور إحسان الشامري دكتور إحسان يعني بتأكيد تناول دكتور عسيلا وجهة نظره حول الأهمية الاقتصادية والسياسية بالنسبة لمصر ماذا عن بغداد وأهمية مشاركتها في هذه القمة شكرا على استضافة بغداد تنظر إلى قمة العالمين على أنها استكمال لنجاحتها على مستوى السياسة القارجية أيضا ثبات ستراتيجيتها في هذه السياسة على أساس التوازن الفاعل وانتقال العراق إلى دولة لا يمكن عبورها على أقل تقدير في ظل ما يجري من تفاهمات إقليمية الأمر الثالث هو تعزيز تلك القمة أو ذلك الانفتاح أولا فيما يرتبط بحلف الحلف الثلاثي العراق المصر الأردن أو حتى فيما يرتبط بطبيعة توجهات العراق الأخيرة وطبيعة تنامي علاقاته مع مجلس التعاون للدول الخليجي العربي بالتحديد العراق ينظر إلى هذه القمة في عدة مستويات أهمها هو قضية الأمن الإقليمي وأيضا فيما يرتبط بقضية التعاون المشترك وأيضا فيما يرتبط بمجال الاستثمار كجانب اقتصادي يركز العراق على هذه المساحة مثلما يركز على مساحات أخرى على اعتبار أن أي علاقة ذات مستوى ثابت يمكن أن تكون رافعة للأزمات أو حتى للتعثر الاقتصادي في الداخل العراقي نتيجة ما مر به أضف إلى ذلك فيما يرتبط بقضايا التصحر وأيضا الطاقة النظيفة يعني العراق يحاول أن يذهب أكثر مع دول الاستقرار العربي نعم طيب دكتور عسيلة أيضا من الملفات التي تحدثت مصر بحسب ما جاء في الأنباء المتداولة الموضوع القضية الفلسطينية تحديدا ما جرى في غزة ما الرسالة التي سوف تنقلها مصر في سبيل تثبيت الهدنة خاصة مع الجانب الإسرائيلي رغم بعض التحفظات التي كانت قد وردت من القاهرة على ذلك يعني أنا أتصور أن الملف الفلسطيني مصر طول الوقت معنية به طبعا هذا ليس فيه من جديد أنا أتصور أن مصر حريصة على أن تضع القضية الفلسطينية على كل طولة المفاوضات أو التباحث أو التشاور مع القادة العرب تنقل باعتبارها هي الطرف العربي الأكبر اهتماما ممتبعة لهذه القضية مؤكد أن الرئيس السيسي سيحيط القادة العرب المشاركين في هذه القمة بآخر التطورات في هذه القصة وأتصور أنا أتصور هذا رأيي شخصي يعني أن موضوع بند إعادة الإعمار والمشاركة في إعادة إعمار غزة ربما سيكون مطروحا وكيف يمكن أن نشارك ونساهم في ذلك باعتبار أن إعادة الإعمار أو المساعدات الاقتصادية إلى قطاع غزة هي كفيلة أيضا أو تساهم بشكل أو بآخر في تحقيق التهدئة الأمر الآخر أن مصر أيضا معنية ومعها طبعا الأردن بشكل أساسي في أن تبحث السبل الكفيلة بكيف نحقق أو نخلق الظروف المواتية حتى لا تنفجر الأوضاع مرة أخرى في قطاع غزة بكل ما يحمله من تدور أمني أو اتراب أمني أو عدم استقرار أمني في المنطقة بالتأكيد تدفع كل الدول العربية سمنا له بصرف النظر عن مستوى هذا السمن الذي تدفعه دولة عربية أو أخرى المطلوب من الآن أن مصر تحشد الدول العربية وتحشد المجتمع الإقليمي والدولي لوجهة نظرها القائمة على أن هذا الذي يحدث في غزة لا يجب أن يتكرر مرة أخرى حتى نستطيع أن نخطو خطوة للأمام ولا ننتكس مرة أخرى إلى الخلف مطلوب مشاركة كل القادة العرب في هذه القضية باعتبرها قضية العرب المركزية وأتصور أن مصر طبعا لديها التفويض ولديها الكلمة العليا في هذا الملف نيابة عن كل الدول العربية وحتى نيابة عن الفلسطينيين هي تتطابع هذا الملف بطريقة غير معهودة وغير مسبوقة من أي دولة عربية أخرى وهي الأدرة على أن تحيط القادة العرب بتطورات هذا الملف وتطرح تصورها لكيف يمكن أن نحق التهديئة كاملة في قطاع غزة دكتور شماري يعني العراق يشارك في هذه القمة المصغرة ولكن لا ننسى أن مشاركة الكاظمي تأتي في خضم أزمة سياسية تعصف بالبلاد هناك اعتصامان كبيران رئيسيان في الشارع العراقي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى أي مدى يمكن أن يستفيد العراق دعما بعقد مثل هيك قمة مصغرة يعني على رغم أن الكاظمي استطاع أن يحيد الأزمة الداخلية السياسية عن طبيعة ملف السياسة الخارجية لكن بما لا يقبل الشك هو ينظر إلى أن إعادة تموضع العراق على المستوى الخارجي ابتدان العربي أو حتى طبيعة استعادة العراق لهذا الدور الفاعل سينعكس بشكل إيجابي على أقل تقدير وقد يكون حافزا لهذه الأطراف والقوى السياسية خصوصا وأن ما تحقق للعراق من نجاحات على مستوى السياسة الخارجية من اتفاقات أيضا من ذلك الدعم الكبير جدا من قبل الدول العربية إلى العراق أنا أعتقد أنه يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار بالتالي وجوده كشخصية في قمة العالمين أو ما قبل ذلك أنا أعتقد أنها يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار على أقل تقدير من قبل طرفي الأزمة من أن العراق الآن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تجاوزها يعني في أقلمة السياسات الدولية وأيضا حتى فيما يرتبط بسياسات المنطقة وضرورة التنسيخ العراق أصبح شريكا لذلك أعتقد أنها قد تسهم في تعزيز تلك القناعة لدى هذه الأطراف من أن ما وصل إليه العراق لا بد أن يستثمر بالشكل الصحيح وعملية الانغلاق السياسي لا بد أن تكون لها مسارات بالتحديد أنا أعتقد أن هذه الدول يعني دول الاستقرار وغيرها من الدول العربية التي تنظر للعراق على أنه أيضا مهم بالنسبة لها أنا أعتقد أنها قد تحث الأطراف العراقية على تقديم مزيد من التنازلات لغرض فرض الاستقرار الداخلي دكتور عسيلا أيضا اسمحني أوجه لك السؤال التالي متعلق يعني أيضا بملامح الأزمات الموجودة سد النهضة وأنت تعلم أن الأثيوبيون قاموا بالملء الثالث وشغلوا التوربين الأخير كيف سوف يحتل هذا الملف المائي الأمام المائي مكانا في هذه القمة يعني مرة أغرى التواصل ومصر طبعا سياستها ثابتة وواضحة جدا تجاه ملف سد النهضة وهو تغليب الحلول الدموناسية محاولة إقناع أثيوبيا بأن الجميع يمكن أن يكسب القاعدة المصريية التي تطرح السياسة الخارجية الآن هي وين وين المكسب للجميع تحاول مصر أن تحشد كل أطراف المجتمع الدولي خاطبت كل المجتمع الدولي كل الدول العربية كل الدول الإقليمية كل الدول الغربية خاطبتها بهذا المنهج أنها لا تريد أكثر من أن نطبق قواعد القانون الدولي وأنه لا ضرر ولا ضرار مع الإخوة في أثيوبيا وأنه يمكن إذا حسنت النواية أن نصل إلى حلول مشتركة في هذا الملف بكل تأكيد هذا الملف حاضر في كل المناقشات واللقاءات والاتصالات التي يجريها الرئيس السيسي مع أي من قادة الدول في العالم كله الآن في قمة العالمين مؤكد أن هذا الموضوع سيكون مطروح على خلفه واضح جميل أي نعم أن هذا الدر جميل اسمح لي فصل أنه فقط ضل دقيقة ونص سؤالي الأخير لدكتور شامري الحديث عن منظومة الأمن العربي المشترك أو الملف الأمن والدفاع المشترك هناك توصيات لعراق في هذا المجال نعم بما لا يقبل الشك يعني لا زال التطرف الجماعات الإرهابية أيضا ضرورة التنسيق ما بين العراق ما بين الدول العربية يحظى بأهمية كبيرة من قبل الحكومة العراقية بل حتى أنه مساحة أولوية بالنسبة للدول جميعا يعني الدول العربية سواء المجتمعة أو غيرها لذلك من المهم يعني إذا ما كان هناك رغبة بالذهاب نحو تكامل الاقتصادي لا بد أن يتوائم معه ويتوازم معه وقضية الاستقرار الأمني ومن ثم وجود عمل أمني مشترك وتنسيق عالي المستوى ما بين هذه الدول يعني مرة أخرى أقول الدول العربية القريبة من العراق أنا أعتقد أنه سيكون في صالح الجميع يعني خصوصا وأن العراق يمتلك تجربة ناجحة في حربة على تنظيم داعش أو حتى الجماعات المتطرفة وبالتالي يمكن للعراق وأيضا هذه الدول أن تساهم في مزيد من الاستقرارات يعني مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه لا تزال هناك تحديات عفوا من الجوار الإقليمي وهذا يجب أنا أعتقد أنه يخضع لمزيد من عمليات التنسيق وتبادل المعلومات شكرا جزيلا إذن ضيفي من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي دكتور إحسان الشمري وأيضا من القاهرة العميد دكتور صبحي سيلة مسشار في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لكم ويعطيكم العافية اتهمت إيران الولايات المتحدة بالمماطلة في المحادثات غير المباشرة لإحياء الاتفاق النووي في فيينا كما اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاتحاد الأوروبية بالتقاعس قائلا إن الولايات المتحدة وأوروبا بحاجة للتوصل إلى اتفاق أكثر من إيران بحسب تعبيره وقد أشار كنعاني إلى أن ملف تبادل السجناء مع واشنطن لا صلة له بالمفاوضات النووية مؤكدا أن طهران مستعدة لتبادل السجناء المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أضاف أن طهران تريد اتفاقا دائما يحفظ حقوقها المشروع وذلك بحسب وصفه وأوضح أنه دون الاتفاق على جميع القضايا فلا يمكن التوصل إلى اتفاق كامل لم ترد الحكومة الأمريكية بعد على مقترحات الجانب الأوروبي بشكل عام يمكنني القول أننا أحرزنا تقدما جيدا نسبيا حتى الآن ولكن لا يمكننا القول أننا توصلنا إلى اتفاق النووي حتى يتم الاتفاق على جميع القضايا إذا كانت إيران بحاجة إلى اتفاق فمن المؤكد أن الجانبين الأمريكي والأوروبي بحاجة أكثر إلى اتفاق كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس من ناحيته وقال إن إسرائيل لا تستبعد شن هجوم مسلح على إيران إذا اقتضت الضرورة جانس وفي حديث لإحدى الإداعات الإسرائيلية أكد أن تل أبيب ضد الاتفاقية النووية مع إيران وأشار إلى أن الاتفاقية النووية مع طهران ستسمح بإدخال كم هائل من الموارد إلى إيران واعتبر أن هناك العديد من الثغرات في الاتفاقية النووية مع إيران سواء في مجال التخصيب أو التطوير أو إنتاج الأسلحة هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل انتشال جثة غمرها الركام في مزار ديني بكربلاء وقعت القديمة والشراية تطاير حولنا والقوات ينصرحوننا بالهروب حيث أن العربية والأول من يدخل هذه المناطق الخطيرة لنبتعد قليلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر غدا مع نظيره السوري فيصل المقدادة كما كشفت تصريبات إعلامية عن إمكانية دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس النظام السوري بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور قمة شانجهاي وهي القمة المقررة في أوزباكستان الشهر المقبل وتشمل الجهود الروسية وفق وكالة تسنيم الإيرانية عقد لقاء بين أردوغان والأسد على هامش القمة علما بأن موسكو قد أعلنت سابقا رغبة سوريا بالانضمام إلى مجموعة شانجهاي يحاول النظام السوري السيطرة على أسعار صرف الليرا السورية بعد الهبوط الحاد في قيمتها خلال الفترة الماضية وذلك عبر إيقاف العمل بنظام تمويل المستوردات حتى نهاية العام الحالي ويتوقع خبراء أن يقود الإجراء الحالي إلى موجة ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية حيث يتزامن ذلك مع نقص في السلع الأساسية ونقلت صحف موالية للنظام عن مصدر في مصر في سوريا المركزي قوله إن لا حاجة لاستيراد المزيد من المواد الغذائية الأساسية حتى نهاية العام الحالي إذن لإعادة اللاجئين إلى سوريا مجددا وسط تصاعد حوادث العنصرية ضد اللاجئين تزامنا مع الوضع الاقتصادي المتدهوري في البلاد تركيا التي كانت من بين أولى دول الجوار في استقبال النازحين السوريين وبمعدل وصل إلى نحو أربعة ملايين لاجئة وفق أرقامها الرسمية باتت ترى فيهم عبءا وتبدو الآن تصريحات الرئيس التركي التي لا تستبعد حوارا وتطبيعا للعلاقات مع دمشق انقلابا على خطاب استقبال النازحين ورعاية المعارضين المسلحين لكن المقلق فعليا إضافة إلى مؤشرات تبدل السياسة التركية أعمال عنف وحوادث عنصرية بدأت تطلق موجة نزوح عكسية باتجاه سوريا سلسلة الاعتداءات والانتهاكات التي بدأت مع اتهام شاب سوري بطعن مراهق تركي خلال مشاجرة في أنقرة أطلقت عمليات نهب وتخريب لممتلكات تعود لمستثمرين سوريين والمفارقة على بعد أميال قليلة من القصر الرئاسي حادثة شكلت نقطة تحول وتحذير من موجة كراهية شعبوية للأجانب في تركيا وفقا لصحيفة واشنطن بوست لكن الاستياء العام يعز أيضا إلى تصريحات محرضة على لسان مسؤولين أتراك يحاولون استباق اقتراب موعد الانتخابات يضاف إليها العامل الاقتصادي وتراجع قيمة الليرة التركية والتضخم وارتفاع نسبة البطالة كلها عوامل تحولت إلى مادة سجالية لدى دعاة الخطاب القومي التركي المناوئ بالطبع للأكراد والنازحين السوريون منهم تحديدا وبين المساع السياسية التركية وربما الضغوط لتسوية بين النظام في دمشق والمعارضة في أدلب وغيرها يبدو السوريون المحتجون في الداخل وخصوصا في مناطق الفصائل المسلحة والنازحون في خارج تركيا تحديدا بين خيارين صعبين كأس المصالحة المرى مع دمشق أو وجهة إيواء باتت بيئة طاردة في السودان دفع الجيش بأليات ثقيلة لمنطقة النيل الأبيض لسد الترع ومنع توسع الفيضانات قبل ذلك أعلنت اللجنة الوطنية العلية لدعم المتضررين من السيول والأمطار عن بدء تسيير قوافل الدعم الإنساني لولايات الجزيرة وكسلة وسنار والنيل الأبيض وكان مجلس الوزراء السوداني قد أعلن حالة الاستنفار والطوارئ بسبب كوارث السيول والأضرار التي طالت ستة ولايات مؤكدا على أهمية استنفار الجهود لاستقطاب الدعم الداخلي والخارجي ومساعدة المتضررين من الأوضاع بهذه الولايات تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان المناطق المتأثرة بالفيضانات بولاية الجزيرة في المنطقة الشرقية الوسطى من السودان وشدد البرهان خلال جولته على حرص الحكومة والجيش على تقديم الدعم اللازم للمتضررين من السيول والأمطار في المنطقة اشتركوا في القناة ينضم إلي من الخرطوم مراسل الحدث محمد عثمان ونقف محمد على حيثيات وكل الصورة المتعلقة بهذه المأساوة الكارثة التي يمر بها المواطنون جراء السيول والفيضانات أحمد قبل أن نعكس الصورة والمشاهدات والمشاهد التي تأتينا اتباعا من مختلف المناطق التي ضربتها هذه السيول والفيضانات في أجزاء عديدة من شرق ووسط وغرب هذه البلاد أود أن أنقل لك تحديثان خبريان الأول يتعلق بحيئة الإرصاد الجوية التي تحدثت وتتحدث الآن عبر مؤتمر الصحفي لعلكم نقلتم جزءا منه قبل قليل في بداية هذه النشرة الإرصاد الجوية تحدثت عن أن هذا العام هو يعتبر موسم مطير أي كثير الأمطار والأمطار تفوق المعدلات هذا ما قالته هيئة الإرصاد الجوية في المؤتمر الصحفي الذي ينعقد الآن في وكالة السودان للأنباء كما تحدثت أيضا عن أن موسم الأمطار سينتهي في العاشر من سبتمبر أي أن هناك أيام ستتوالى فيها الأمطار وصولا إلى العاشر من سبتمبر وهذا ينذر أيضا بخطر كبير عن أن هذه الأمطار التي تفوق المعدلات ستستمر إلى ما بعد العاشر من سبتمبر أيضا التحديث الخبري الآخر هو ما تحدث عنه الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 83 حالة وفاة كما أن عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل وشكل جزئي وصلت إلى نحو 43 ألف منزل وهذا رقم كبير وكبير جدا يعني إزاء هذه الكارثة الإنسانية الكبيرة التي ضربت أجزاء واسعة من الوطن السودان يعني بطبيعة الحال بالعودة إلى سؤالك هناك الكثير من المشاهدات والصور التي تصلنا تباعا من تلك المناطق أمر يعني لا بد أن نشدد عليه ونركز عليه في هذا المباشر الأمر المرتبط بالأوضاع الصحية ليس فقط يعني الكارثة البيئية المحدقة بسكان هذه المناطق هناك نقص شديد فيما يتعلق بالإمدادات الدوائية هذا أمر الأمر الآخر أن كميات المياه الكبيرة الموجودة الآن في هذه المناطق كانت سببا لخروج كميات كبيرة من الثعابين وأيضا الأفاعي وكذلك العقارب وهذا يستدعي أيضا تحرك عاجل للأمصال المضادة للعقارب وأيضا الثعابين المنتشرة في تلك المناطق التي غمرتها المياه وحدثون بعض الأهالي عن أن هناك حالات وفيات جراء لدغات الثعابين في تلك المناطق وهذا أمر يستدعي أيضا تدخلا عاجل باعتبار أن تلك المناطق هي مناطق زراعية وتنشط فيها هذه الأفاعي والثعابين هذا فضلا عن الأمصال المضادة للكوليرا وحالات الإسهالات وما إلى ذلك من الأمراض المرتبطة بالخريف وبموسم الأمطار حيث تنشط هذه الأمراض وهذه النواقل التي تنقل هذه الأمراض في هذا التوقيت تحديدا وهذا أيضا يستدعي تدخلات عاجلة من المؤسسات الصحية وكذلك أيضا المنظمات الدولية شكرا جزيلا إذن من الخرطوم مراسل حداث محمد عثمان في زيارة تستمر لستة أيام وصل مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان إلى مدينة نيالا في إقليم دارفور السوداني للقاء المسؤولين وكذلك النازحين ووصفت المنصقية العامة لمعسكرات النازحين زيارة أسد خان لدارفور بالتاريخية وبالدلالة على شروع المجتمع الدولي باتخاذ خطوات إيجابية لتحقيق العدالة ومن جانبه أكد وزير العدل المكلف استعداد الحكومة للتعاون مع المحكمة متعهدا بتسهيل مهامها ويذكر أن الحكومة السودانية لم تسلم بعد ثلاثة مطلوبين للجنائية الدولية بينهم الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه ويجري حاليا حوار بين المحكمة والخرطوم بشأن تسليم المتهمين يتراوح بين نقلهم إلى لهايل المحاكمة هناك أو محاكمتهم في بلد ثالث أو بمحاكمتهم في الخرطوم تحت إشراف المحكمة الدولية لكن ذلك الحوار يواجه رفضا من عسكريين يعدون ذلك انتهاكا لسيادة البلاد ووفقا للأمم المتحدة فقد قتل أكثر من ثلاثمائة ألف مدني وشرد أكثر من مليونين وخمسمائة ألف خلال الحرب في درفور في عهد البشير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم من جديد في ليبيا تحدثت مصادر ووسائل إعلام محلية عن إعلان بعض الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد دبيبة حالة الطوارئ وذلك تحسبا لهجوم وشيك قد تشنه الميليشيات الموالية لغريمه فتح باشاغة رئيس حكومة الاستقرار الموازية للسيطرة على السلطة وكشف التقارير عن تشكيل دبيبة ميليشيات عسكرية جديدة تابعة له باسم لواء ليبيا اذا عن هذا التحشيد المستمر ولتفاصيل أوفا معي في الستوديو رولا الخطيب اهلا ومرحبا بك يا رولا وماذا لديك اهلا احمد احمد بين الرصاصة والقلم يتأرجح الوضع في ليبيا ففي غارب ليبيا اعلان عن تشكيل ميليشيات جديدة وفي شرق ليبيا الاعلان عن مواجهة التطرف بالكتاب في العاصمة طرابلس يخشى الخبراء من ان المواجهة باتت شبه حتمية لكن في الوقت نفسه كشفوا للحدث عن انقسامات وامكانية حصول انشقاقات داخل التشكيلات والميليشيات التابعة لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد ادبيبا والتي هي الحل الوحيد بنظرهم لتجنب المواجهة القوية داخل العاصمة فادبيبا يفقد نفوذه العسكري وحتى السياسي والاجتماعي غرب البلاد وباتت قواته شبه محاصرة داخل العاصمة فالمناطق الجغرافية الواقعة بعد طرابلس غربا وصولا الى الحدود التونسية اعلنت ولاءها لباشاغا في بيان رسمي وطالبت ادبيبا بتسليم السلطة بشكل سلمي وكذلك سيطر اسامة الجويلي وهو نائب رئيس الاستخبارات السابق على الطريق المؤدي من طرابلس الى الجبل الغربي وقد اعلن منذ فترة تحالفهم مع باشاغا امل على المدخل الشرقي للعاصمة فتسيطر قوات معسكر الرحبة المتحالفة مع قوات النواصي في منطقة تاجراء والذين اعلنوا ايضا تأييدهم لباشاغا حتى داخل مصراطة مسقط رأس الرجلين فان المدينة منقسمة ومعظم الميليشيات توالي باشاغا اما قوات الدبيبا فتتمركز باغلبها وسط العاصمة في منطقة بوسليم والمطار القديم الذي تتواجد فيه قوات من مصراطة ومرتزقة سوريون اضافة الى مناطق حيل اندلس وطريق السكة التي يوجد بها مقر الحكومة لكن ضمن هذا الحيث صار ما الذي ينوي ادبيبا فعله بداية تأسيسه ميليشيات جديدة باسم لواء ليبيا وتخصيص 180 مليون دينار ليبي كميزانية لها اي نحو 37 مليون دولار امريكي لحماية مقر الحكومة في طرابلس الا ان مصادرنا اكدت انه سيقوم بجمع الميليشيات الموالية له بجسم جديد هذا غربا اما شرقا فقد اعلن الجيش بقيادة حفتر انطلاق معرض بنغازي الدولي الاول للكتاب منتصف اكتوبر المقبل واكد مسؤول التوجيه المعنوي خالد المحجوب انتقال المعركة الى الدفاع عن عقول الشباب ومواجهة الفكر المتطرف يا احمد اذا شكرا جزيلا لك رولا على كل هذه الملامح المتعلقة باعادة التحشيد والتمركزات لدبيبة وباشاغة شكرا جزيلا يا رولا اعتكد العافية طيب معي من ترابلوس الكاتب السياسي احمد ابو عرقوب يعني كنت تستمع لكل تفاصيل التي اشارت اليها الزميلة رولا الخطيب والمتعلقة باعادة هذا التحشيد الا تعتقد بانه تأسيس ابو بيبة بالتالي الى هذا التحشيد العسكري الجديد من شأنه ان يطيل من امد الازمة ويثبت من وجود ابو بيبة معاندا حكومة باشاغة نعم مساء الخير سيدي تحية طيبة ليك والاستاذ رولا ولكافة المشاهدين الكرام نحن الآن في ترابلوس ننتظر السقوط الحر لعبد الحميد البيبة عبد الحميد البيبة تفككت الكتلة التي كان يتحصن خلفها سواء كانت الكتلة السياسية او الاجتماعية او حتى العسكرية لم يبقى معه الا قلة قليلة من المستفدين والنفعيين وهم يحاولون الاستفادة باقصى قدر ممكن من عبد الحميد البيبة ولكن عندما يتم تحرك قوات فتح باشاغة وقوات الحكومة الليبية نحو العاصمة طرابلوس لاستلام مقرات الحكومة وممارسة المهام من طرابلوس فحينها لن يقف احد امام قوات فتح باشاغة التي سوف تتقدم للعاصمة طرابلوس لتأمين مقار الحكومة الليبية وتسهيل مهام ممارستها السلطة في طرابلوس عبد الحميد البيبة لا يسيطر الا على الزاء بسيطة جدا في العاصمة طرابلوس اغلب القوى السياسية والقوى العسكرية والقوى الاجتماعية في طرابلوس وغرب ليبيا بصفة عامة اعلنت ولاءها للحكومة الليبية بسبب ان الحاضنة الشعبية الليبية تؤيد الحكومة الليبية لفشل حكومة الدبيبة في اداء مهامها وايضا لسوء الاحوال المعيشية التي يعيشها المواطن الليبي اليوم بسبب سياسات حكومة الدبيبة وبسبب الفساد المستشري في الدولة الليبية تزامنا مع وصول عائلة الدبيبة للسلطة عائلة الدبيبة افسدت الحرطة والنسل هناك سرقات بالمليارات حدثت في ضل وجود عبد الحميد الدبيبة وابراهيم الدبيبة وعلي الدبيبة على رأس السلطة في ليبيا اليوم اليوم الاموال خزينة الدولة الليبية تم اخلائها بالكامل وتم تحويلها الى طلب على النقد الاجنبي وحولت الاموال الى خارج ليبيا الاموال الانفاق الحكومي لم يتداول في السوق الليبي وانما تحول الى طلب للدولار وحول للخارج وهذا ما سبب في الركود الاقتصادي وتدهور الاحوال المعيجية في ليبيا فبالتالي اليوم الحاضنة الشعبية في ليبيا وجمهور الشعب في ليبيا يطالب برحيل الدبيبة واستلام السلطة للحكومة الليبية لكن الى اي مدى اصاب ذا أحمد نقطة القوى لحكومة الليبية اذا سمحت لي الى اي مدى حتى هذه اللحظة ألد بيبيا قادر على الحفاظ على موقعه وعلى كيانه ووجوده وسيطرة على ترابلوس الى متى يعني اعتقد ان الجواب الصحيح والدقيق لهذا السؤال هو متى يعني ينفد صبر السيد فتحي باشاغة ويقرر الدخول للعاصمة ترابلوس هو الى الان يعني ما زال يستخدم نفس السياسة وهي سياسة قانون القوة آسف قوة القانون اي يريد تسليم واستلام سلمي وما زال عبد الحميدة بيبة يتعنت في الدهاب الى المسار السلمي والتسليم واستلام وكأنك تشيره سيد أحمد الى انه نفست بيبة طويل هنا فتحي باشاغة وتوجه ربما نعم صحيح وأيضا حرص فتحي باشاغة على ألا يتم إراق الدماء في العاصمة ترابلوس وأن يكون استلام السلطة لا يتم عن طريق وصول عن جتة الليبيين هذا الحرص هو ما يعطل عملية التسليم والاستلام ولكن قد تضطر الحكومة الليبية لاستفعيل الخيار العسكري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ليبيا من فساد عائلة الدبيبة حقيقة ولكن هناك نقطة غاية في الأهمية ونقطة جوهرية أمس وسائل إعلام محلية تحدثت عن أن عبد الحميد الدبيبة تلقى رسالة من أنقرة بضرورة التسليم والاستلام السلمي إلى الآن لم يخرج نفي من حكومة الدبيبة ولم يخرج نفي من الرئاسة التركية المصادر المحلية تحدثت عن أن الرسالة تم توجيهها من أعلى السلطات التركية وهي من الرئيس أردوغان إلى عبد الحميد الدبيبة طلبه بأن يتم التسليم والاستلام بشكل سلمي دون اللجوء إلى الحرب إذا كان تغير الموقف التركي وتحجج كما تعلم نعم أقول ربما تبرر تركيا وتتحجج باتفاقات كانت قد وقعت سابقا في عهد السراج حضرتك أستاذ أحمد تعرف والمشاهدين يعلمون بأن ما وقع في عهد فائز السراج هي مذكرات تفاهم وليست اتفاقيات ملزمة للدولة الليبية لأن هذه المذكرات التفاهم لم تعرض على البرلمان ولم يصوت عليها البرلمان ولم تتحول إلى اتفاقات رسمية بين الدولتين وتركيا تريد من البرلمان أن يعتمد هذه الاتفاقيات وأن يحصنها لكي تدخل موضع التنفيذ حتى أمام المجتمع الدولي وإذا تحول الموقف التركي وأصبح علنية داعم إلى فتح بشاغة فإن هذا يتبعه تغير موقف بعض القوة المناوية لفتح بشاغة في عاصمة رابلوس وسوف تتراجع عن هذه المعارضة نعم إذن ضيفي من رابلوس الكاتب السياسي أحمد أبو عرقوب يعطيك العافية وآسف على مقاطعتك انتهى وقتنا سامحني توقع وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس أن تكون هناك منصة إسرائيلية للتنقيب عن النفط في الجانب الإسرائيلي وأخرى في الجانب اللبناني وفي حديث إذاعي أميلة في أن لا تضطر إسرائيل للدخول في حرب مع لبنان لأن ذلك سيشكل مأساة للدولة اللبنانية ومواطنيها على حد تعبيره أفاد محافظ مدينة كربلاء العراقية نصيف جاسم الخطاب في مقابلة مع الحدث بانتشار سبع جثة على الأقل جراء الانهيار الصخري في موقع قطارة الإمام علي وأكد محافظ كربلاء قرار السلطات بإغلاق المزار نظرا للخطر الذي يشكله على حياة المواطنين وأوضح أن دراسة علمية سوف تجري في المكان لضمان عدم تكرار الحادثة أكد محافظ مدينة كربلاء العراقية نصيف جاسم الخطاب في مقابلة مع الحدث أن السلطات سوف تغلق موقع قطارة الإمام علي بعد حدث الانهيار الصخري وبرر محافظ كربلاء قرار إغلاق المزار بأنه قد أصبح يشكل خطرا على حياة المواطنين وأوضح أن دراسة علمية سوف تجري في المكان لضمان عدم تكرار الحادثة هنا في هذا الموقع كما ترى بعد هذا الحادث صار مؤشرات خطرة وبذلك واجب علينا أن نغلق هذا الموقع ونمنع المواطنين من وصوله والارتياد هذا الموقع الآن في الوقت الحالي لحين أنتخذ إجراءات على مستوى عالي بعد دراسات هذا الموقع حتى دراسات علمية دراسات من جامعات العراقية دراسات متخصصة لهذا الموقع بشكل عام للتوقعات المستقبلية هل تبقى هذه التلال والأحجار على وضعها أم لا سامح الله صير انهيارات أخرى غير متوقعة كما صار في هذا الموقع تابعات العراقية تابعات العراقية تابعات العراقية ترجمة نانسي قنقر اتهمت أجهزة الأمن الروسية اليوم الأجهزة الخاصة الأوكرانية بقتل ابنت مفكر شهير مقرب من الكريملين بانفجار سيارتها قرب موسك وفق وكالة أنباء روسية وأكدت أجهزة الأمن الروسية أن مقتلى دارية دوغين ابنة أليكزاندر دوغين قد خطط لذلك ونفذت ذلك الأجهزة الخاصة الأوكرانية وأضافت في بيان نشرته وكالة أنباء روسية أن الشخص الذي فخخ سيارة دارية دوغين قد فر لاحقا إلى استوليا تحية وعلى اللقاء